وصلت مدرية الصحة ببني سويف حملة ترق الأبواب لتطعيم ديد الفيروس كورونا والتي تستمر حتى التاسع من يونيو المقبل ويكون التطعيم بالمجان من عمر 12 سنة فيما فوق وتضم الحملة إعطاء الجرعات الأولى والثانية وتنشطية وقال وكيل وزارة الصحة ببني سويف محمد يوسف عبدالخالق إن هناك انتشارا للفرق الطبية تضم 650 فريقا بدميع المراكز والقرى والنبوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وترق أبواب المنازل بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلا عليهم للحصول على اللقاح في زن التوجهات في خامة السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطعيم جميع المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد تواصل مديرية الصحة في بني سويف أعمال حملة طرق الأبواب من بيت لبيت للتطعيم المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد احنا بنشتغل في سبع مراكز في محافظة بني سويف من الوسطى الشمالة وحتى الفشن جنوبا عن طريق 650 فريق متحرك ده بالإضافة للمراكز السابتة اللي تستهدف تطعيم المواطنين فوق سن 12 سنة باللقاحات المختلفة طبقا لطبيعة المواطن اللي يحتاج أي لقاح بنتكلم في تلقيح بالجرعة الأولى والجرعة الثانية والجرعة المنشطة المنشطة